عشرون عاماً أو أكثر ستبقى القوات الأمريكية في العراق بحسب تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي دافيد تراشتينبيرغ إذن هو بقاء لا خروج أو انسحاب تدريجي أو إعادة انتشار أو مسميات أخرى تحاول بعض الأطراف الترويج له لتخفيف وطأة الحرج عن الحكومات المتعاقبة في بغداد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تؤكد أنها ليست بحاجة إلى تفويض من أي طرف من أجل بقاء طويل الأمد في العراق ولأجل غير مسمى مشيرة إلى أن تفويض الكونجرس عام 2001 لمكافحة ما يطلق عليه بالجماعات الإرهابية يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق إلى أكثر من عشرين عاماً فيما برر نائب وزير الدفاع ديفيد تراشتينبيرغ سحب القوات الأمريكية قبل الأوان بأنه لربما سيؤدي إلى تجدد قدرات بعض التنظيمات المتطرفة بعد تخفيف الضغط عنها وإعادة السيطرة على الأراضي الموقف الأخير لا يخلو من معارضة وتحفظات سجلها مسؤولون أمريكيون أعربوا فيها عن قلقهم من أن الولايات المتحدة قد تفتقر إلى وضع قانوني داخلي أو خارجي يبرر حربها في البلدين إلا أن كل من وزيري الخارجية ريكس تليسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس أكد في وقت مضى أن تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وفرت الأسس القانونية لانتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ولأن إدارة ترامب الحالية تتوجه نحو التصعيد بذريعة معالجتها فوات أسلافه إلا أنها وعلى ما يبدو غير راغبة في الاستماع لشهادات أخرى وصفت غزو العراق بالخطأ الفادح كما جاء على لسان ديبورا جونز سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في الكويت ترجمة نانسي قنقر